إن أردت أن تقدم قربانك، اذهب أولاً واصطلح مع أخيك بهذه الكلمات يحثون أحد الغفران أو ما يطلق عليه أحد مرفع الجبن على أن نستعد للصوم الأربعيني حيث ترأسا قدس الإرشمندريت قسطنطين قرمش بمرافقة قدس الأيكونامس سالم مدانات والشماس فرونيوس حنة خدمتا أحد الغفراني من كتدرائية البشارة العبدالي بحضور جمع غفير من المؤمنين وأهالي المنطقة وأكد قدس الإرشمندريت قرمش بعضة القداس على ضرورة عيش الغفران والمسامحة مع القريب لكي نقبل غفران الله لأنه بدون هذا المبدأ لا يمكننا عيش إيماني وعلينا أيضاً أن نقبل ونحب الجميع بلا استثناء وفي ختام عضته تمنى للجميع دوام الصحة والبركة بمناسبة بدء الصوم الأربعين المقدس قبل الأسبوعين الثلاثة تدأت بأحد الفريس والعشار آني التواضع تمرين التواضع في أحد البني الشاطر علمتنا الكنيسة كيف يجب أن نتوب ونرجع إلى الله الآب ويقبلنا في أحضانه ويدخلنا في ملكوته والأحد الماضي تعرفنا على معنى الدينون للذي يستمع إلى وصايا الله ويستمع كلمات السيد تعالوا يا مباركي أبي ريث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم اليوم تمرين جديد هو مش جديد بالعكس هو التمرين اللي دائماً يجب أن نقوم به وهي تمرين المسامحة اليوم بيقول الإنجيل إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضاً لا يغفر لكم زلاتكم شرط إن لم تغفروا لا يغفر إن طلب السيد يسوع المسيح مزدوج أن نشعر بزلاتنا وأن نسامح الآخرين فمعرفة الإنسان بخطيئته ضرورية ليسهل عليه مسامحة سواه لأنه بنظره إلى خطيئته الخاصة يسامح القريب إن سقط يجب أن نسامح الآخرين ليس بالقول بل بالفعل ومن القلب حتى لا نحول السيف إلينا بواسطة الحق ترجمة نانسي قنقر